الالاف من المهاجرين يتجمعون هنا على نقطة الصفر الحدودية مع اليونان يحاولون العبور باتجاه الاراضي الاوروبية لكن منع السلطات اليونانية لفتح الحدود منعت هؤلاء المهاجرين من الدخول الى الاراضي اليونانية يوجد الكثير من الجيش اليوناني على طول الحدود لمنع المهاجرين متجاوز الحدود والدخول الى الاراضي اليونانية العشرات من العائلات هنا يفترشون الأرض في انخفاض كبير لدرجات الحرارة الوضع الإنساني سيء للغاية الجميع يحاول إشعال النار من هنا من هذه الغابة بسبب انخفاض درجات الحرارة يوجد الكثير من العائلات النساء الأطفال الوضع الإنساني صعب للغاية منذ الليلة الماضية منذ أن بدأت تركيا برفع القيود عن حركة المهاجرين باتجاه الحدود مع اليونان الآلاف من الناس قدموا إلى محافظة إدرنا هنا هذه المدينة الحدودية مع كل من بلغاريا واليونان من أجل العبور باتجاه الأراضي اليونانية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتحقيق مكاسب العيش الآمن والجيد للكثيرين ويبقى معنا من مدينة أدرنا عند البوابة الحدودية مع اليونان مراسلنا أحمد غنام أهلا بك أحمد كانت تقرير واضح تفاصيل الإنسانية فيها صعبة ولكن ما هي الجنسيات الغالبة التي تحاول عبور اليونان وهل يمكن عبور اليونان مع تنفيذ إجراءات صارمة من قبلهم هذه الجموع خلف معظمها تختلف بين جنسيات أفريقية وكذلك أفغانية لكن يغلب عليها الجنسية من وسط آسيا وهي الأفغانية تحديدا يوجد العديد من الجنسيات العربية خاصة الجنسية السورية لكن طول الحدود المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي اليونان وبلغاريا تحديدا يوجد هناك نقاط كثيرة لتغلغل أو توجه المهاجرين باتجاهها من أجل اختراق الحدود والدخول إلى الأراضي الأوروبية والاتحاد الأوروبي سمعنا من بعض الشهود العيان الموثوقين في بعض النقاط التي حاولوا العبور منها كان هناك تصدي واضح من قبل السلطات اليونانية للاجئين السوريين سيما أن هناك يوجد ضغط في عدة نقاط ويستغل بعض المهاجرين هذا الضغط يتوجه إلى مقاطلة اليونانية لقوات الخفر الحدودية أيضا كان هناك بعض حالات الابتزاز والاستغلال للمهاجرين خاصة السوريين من قبل المهربين للأسف نفقد صوتك أحمد كنت تتحدث عن مهربين يستغلون بعض الجنسيات منهم السوريين سوف نعود إلى هذه النقطة في نشرة لاحقة مع أحمد غنام من مدينة أدرنا عند الحدود التركية اليونانية آخر نقطة على الحدود شكرا جزيلا لك أحمد غنام